اعزائي طلبة وطالبات تانية سنوي اهلا بكم في فرنشا اكاديمي مع فيديو جديد من فيديوهات مادة اللغة الفرنسية في الفيديو اللي فات بدأنا مع بعض في الدرس التاني من الوحدة التانية الوحدة التانية عنوانها تحديد الاماكن او تعريف الاماكن وفي الفيديو اللي فات عرفنا ان الدرس ده عبارة عن خمس نقاط اتكلمنا منهم عن نقطتين اللي هما كانوا اسماء القارات وبعض البلاد وعواصمها والنقطة التانية تقنيص صفات الجنسيات النهاردة بقى هنكمل التلات نقطة اللي بقيين الافعال يذهب يكون يسكن حروب غر المكان كلمات الاستفهام هنبتدى الاول ب احنا طبعا اخدنا الافعال دي قبل كده ولكن بردو هنراجع عليهم بشكل سريع وطبعا ده من الافعال المهمة جدا جدا يعني يذهب تصريب غر بأتر يعني يكون وده طبعا الفعل رقم واحد في اللغة الفرنسية مهمة جدا 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 عندي حاجة بس قبل اني بحذف وبزود النهايات بتاعت المجموعة الاولى بس الملحوظة الوحيدة ان انا مع جو بشير وحط ابوستخوف عشان هو بادئ بحرف الاش دلوقتي بقى هنتنقل لتاني جزء في الدرس وهو جزء مهم جدا جدا ياريت نركز فيه كويس قوي وهو حروف جر المكان يعني حروف الجر اللي بتسبق اسماء المدن والدول والقراط عندي اربع حروف الاربع حروف دول معناهم في او الى طبعا حسب الفعل لو بغب قلي بيكون معناهم الى ولو بغب قبي بيكون معناهم في يعني مثلا جابيت ونيجيبت انا بعيش في مصر جو في ونيجيبت انا بذهب الى مصر طيب امتى بقى بنستخدم او وامتى بنستخدم او وامتى بنستخدم او اولا حرف الجر او بيجي قبل حاجة من ثلاثة يا اما اسم دولة مفرد مؤنس او فخونس في فرنسا ونيجيبت في مصر ونيتالي في ايطاليا اي دولة مفرد مؤنس سواء بدء بحرف ساكن او حرف متحرك بيجي قبليها او ودولة مش مدينة نركز في النقطة دي كويس اسم دولة مفرد مؤنس وممكن يكون برضو اسم دولة مفرد مذكر بس يكون بادئ بحرف متحرك زي اونغاك في العراق اونغا في ايران تالت حاجة بيجي قبليها حرف الجر او اسماء القراط بيجي قبل اسماء القراط اونافريك في افريقيا اونازي في اسيا اونغاوب في اوروبا اونوسياني في اوقيانوسيا اونامريك في امريكا ونخلي بالنا ان هو بيجي قبل كلمة امريك لو هي مفرد لكن لو احنا هنقول الامريكاتين ونجمعهم مع بعض مش هيجي قبليهم او هيجي قبليهم او تاني حرف هو حرف الجر او وده بيجي قبل حاجة من اتنين يا اما اسم جزيرة مفرد زي كوبا كوبا مالت مالت شيبخ ابرس بقول اكوبا امالت اشيبخ تاني حاجة قبل اسماء المدن المدن زي بيكا موسكو توكيو تاغي لوندر كل دول بيجي قبليهم حرف الجر او اا بيكا اا موسكو اا توكيو اا باغي اا لوندر تالت حرف هو حرف الجر او وحرف الجر او بيجي برضو قبل حاجة من اتنين يا اما اسم دولة مفرد مذكر بستبادئ بحرف ساكن زي المغرب لو بغزيل البرازيل لو كندا كندا بنقول وماراك وبرازيل وكندا الحاجة التانية اللي بيجي قبليها حرف الجر او اسماء المدن اللي بدأ بادات التعريف لو زي مثلا لو كاغ القاهرة لو فيوم الفيوم لو سيناي سينا هنا بنقول وكاغ وفيوم و سيناي اخر حرف هو حرف الجر او وده بيجي قبل اي اسم جمع طبعا في اسماء جمع زي مثلا الامريكاتين مع بعض لزاميغيك بنقول وزاميغيك او في دول جمع زي لزيتازوني الولايات المتحدة بنقول وزيتازوني او لزيمغا الامارات بنقول وزيمغا وممكن تكون مجموعة جزر زي ليزونتي ليزونتي اللي هي مجموعة جزر الهند بنقول اوزونتي طيب ناخد ملخص سريع بقى للكلام اللي احنا قلناه حرف الجر او بيجي قبل اسم دولة مفرد مؤنس او اسم دولة مفرد مذكر بس تبادئ بحرف متحرك او اسم قارة حرف الجر او بيجي قبل اسم جزيرة مفرد او اسم مدينة حرف الجر او بيجي قبل اسم دولة مفرد مذكر بيضئ بحرف ساكن او اسماء بعض المدن اللي بدأ بقى دات التعريف له حرف الجر او بيجي قبل اي اسم جامع هناخد اكتيفتي سريع نسبت به الكلام ده اختاري الاجابة الصحيحة السؤال الاول الى بيت نقطة التازوني هو بيسكن في الولايات المتحدة احط مكان النقطة ا ولا او ولا اون ولا او كلمة التازوني كلمة جامع يبقى هناختار نميغو بي او اوز التازوني السؤال التاني كلمة AND ده اسم دولة مفرد مؤنس وحتى لو هي مذكر هي كده كده بدأ بحرف متحرك يبقى هنختار لها السؤال الثالث كندا موجودة في قارة أمريكا الشمالية أحط مكان النقاط A ولا O ولا A لا ولا O أمريك من القرات وقبل أسماء القرات بنحط O يبقى نميغود دي O السؤال الرابع جسوي نقاط نيس أنا في نيس أو أنا من نيس أحط مكان النقاط O ولا O ولا A ولا O نيس دي مدينة فرنسية وقبل أسماء المدن بنحط حرف الجر A يبقى نميغود س A نيس السؤال الخامس لي نقاط فيوم هو من الفيوم أو هو في الفيوم أحط مكان النقاط A لا ولا O ولا A ولا O كلمة فيوم دي مدينة بس بتكون مسبوقة بأدات التعريف لو يبقى بنحط لها حرف الجر U نيس دي أو فيوم السؤال السادس مي بارون فيو نقاط إيطالي والدي بيروحوا إيطاليا أحط مكان النقاط A ولا O ولا O ولا A الأبوستخوف ولا O إيطالي اسم دولة مفرد مؤنس يبقى هنختار لها O نميغود B إن إيطالي السؤال السابع أنا بشتغل في موسكو أحط مكان النقاط O ولا A لا ولا A ولا O موسكو اسم مدينة يبقى هنختار لها A نميغود C A موسكو نخلي بالنا بقى علشان ما نلخبطش بين أسماء المدن وأسماء الدول بس نخلي بالنا إن في مدن بتنتهي بحرف الأكس أو حرف الأس وفي الحالة دي هي برضو اسم مدينة وبيصبق بحرف الجر A لأن هي بتكون مفرد المدن اللي بتنتهي بحرف الأس زي بغي زي لندر زي بغيسيل زي كان زي نانت كل دول مدن بتنتهي بحرف الأس ولكن هي مفرد يعني بيجي قابليها حرف الجر A أما بقى المدن اللي بتنتهي بحرف الأكس زي مثلا بغدو برضو متهية بحرف الأكس ولكن هي مفرد وبيجي قبليها حرف الجر A دلوقتي بقى هنتنقل لآخر جزء في الدرس وهو كلمات الاستفهام أين كيف ما كلمات الاستفهام دي حاجة من الحاجات المهمة جدا لازم نكون عارفين معناها ونكون عارفين إزاي نجاوب على السؤال لأن ده هيساعدنا كتير في حل الإيميل عشان الإيميل زي ما احنا عرفنا بيكون عبارة عن أسئلة وإحنا بنجاوب عليها فلازم نكون عارفين معاني كلمات الاستفهام وإزاي بنجاوب على السؤال يعني مثلا أداة الاستفهام O دي بتسأل عن المكان بتسأل عن المكان يعني الإجابة المفروض يكون اسم مكان ويكون مسبوق بحرف جر زي لو قلت O تو يابيت أين أنت تسكن في الإجابة طبعا بشيل أداة الاستفهام الأول و تو بنحولها لجو ونغير تصريف الفعل ونقول جابيت أو كاق أنا بعيش أو أنا بسكن في القاهرة كلمة الاستفهام كومو دي بتسأل عن وسيلة المواصلات احنا عارفين أن كلمة الاستفهام كومو ليها أكتر من استخدام بنسأل بيها عن الحال وبنسأل بيها عن الاسم ولكن احنا بنتكلم عن توظيفها في الدرس بتاعنا النهاردة احنا بنسأل بيها عن وسيلة المواصلات كومو تيو بوياج أباري كيف أنت تسافر إلى باريس والإجابة على السؤال ده هتكون بوسيلة من وسائل المواصلات هشيل طبعا أداة الاستفهام وتيو هتتحول لجو وغير الفغب وقول جو بوياج أباري أنا بسافر لباريس في طيارة ثالث كلمة من كلمات الاستفهام اللي معانا بقى هي كال كال لكن هو جايبها النهاردة بشكلها في المؤنس احنا عارفين أن كال دي صفة استفهام يعني بتتبع الاسم اللي هي بتسأل عنه لو كان مفرد مذكر تبقى هي مفرد مذكر لو كان مفرد مؤنس تبقى مفرد مؤنس جامع مذكر تبقى هي جامع مذكر جامع مؤنس تبقى هي جامع مؤنس فهو النهاردة جابها بشكلها في المؤنس عشان هو عايز يركز لنا على السؤال عن الجنسية ناسيوناليتي كلمة ناسيوناليتي مفرد مؤنس عشان كده بنستخدم معاها أداة الاستفهام كل في المفرد المؤنس علشان أسأل عن الجنسية عندي تلات طرق يا إما بستخدم فيغ بأطخل وبقول ما هي جنسيتك أو أي جنسية لديك هنا استخدمنا فيغ بأبوار وممكن كمان أقول من أي جنسية أنت تكون هنا استخدمت حرف الجردو ديوكل يعني من أي علشان أجاوب على السؤال الأول بشيل أداة الاستفهام وأقول أنا أكون مصري ولو بنت اللي بتتكلم هتقول أنا أكون مصرية لكن إجابة السؤال التاني بيقول لي أي جنسية لديك يبقى أنا هوصف الجنسية نفسها هقول أنا عندي الجنسية المصرية كلمة إجبسيان دي صفة لكلمة ناسيوناليتي وإجابة السؤال التالت برضو نفس الحكاية هوصف الجنسية هو بيقول لي من أي جنسية أنت تكون هقول هنا احتفظنا بحرف الجر معنا شلنا كل وسبنا دو أنا أكون من الجنسية المصرية ده كان آخر جزء في الدرس وكده خلصنا الدرس التاني من الوحدة التانية وبرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في الكومنتات وإن شاء الله مش بقلنا غير الدرس التالت في الوحدة التانية ونكون خلصنا المنهج بتاعنا وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح ونتقابل تاني في فيديو جديد مرحب بحث عوام